ارتفع سعر الذهب 1.3% في جلسة الأمس بعدما حصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما على دعم عضوين جمهوريين كبيرين في الكونغرس لدعوته إلى توجيه ضربات محدودة لسوريا وعودت الأسعار خسائرها السابقة حيث يلجأ المستثمرون دائما للذهب كملذي آمن وقت توترات السياسية وارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1416 دولارا للأوقية وزادت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر 15 دولارا وتسعين سنة عند التسوية إلى 1412 دولارا